عشية اجتماع أزمة لزعماء المنطقة الأوروبية الأربعاء دقت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل نقوص الخطر قائلة إن ألمانيا باتت في قبضة موجة رابعة مأساوية من فيروس كورونا حيث بلغ عدد الإصابات 52.826 مصاباً اليوم فيما وصل عدد الوفايات إلى 98.908 وفي بلجيكا اتخذت الحكومة إجراءات جديدة لمكافحة الفيروس حيث وسعت استخدام الكمامات والعمل الإلزامي عن بعد في محاولة لاحتواء موجة جديدة من الإصابات بعد أن تجاوزت الإصابات أكثر من عشرة آلاف حالة في اليوم وفي الولايات المتحدة الأمريكية فرضت شركة كروز الأمريكية التي تملك سفينة دينزي السياحية على جميع ركابها ومنهم الأطفال فوق الخمس سنوات تلقي اللقاح ضد الفيروس كما يتعين على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات تقديم دليل على اختبار فيروس كورونا السلبي بحسب صحيفة نيويورك بوست وقالت مختصة في أمراض الدم ديانا كيم في مقابلة مع راديو سبوتنيك إن متلازمة ما بعد كوفيد تتطور في بعض الأحيان بحيث تصبح قاتلة وأن الذين عانوا من فيروس كورونا المستجد قد يواجهون عواقب لفترة طويلة وأضراراً خطيرة في الجسم منها اضطرابات تخثر الدم وحتى السكتة الدماغية بعد فترة وتقول منظمة الصحة العالمية إن أوروبا تشهد ارتفاعاً في الوفيات في وقت تعدى عدد ضحايا الفيروس حول العالم أكثر من خمسة ملايين وأكثر من مائتين وخمس وخمسين مليون إصابة ترجمة نانسي قنقر